مجموعات ايه المجموعات دي يا مستر وهي كمان حتى الاعداد لها مجموعات ده اللي انا جاي اكلمك عنه النهاردة الاعداد المعروفة عندنا ولاد من تقسمة الى اعداد العد وعداد العد دي لما اجي اقول لك مجموعة اقلام قدامك عد كده عد الاقلام فهتقول لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام يعني انت مبدأتش من الصفر اذا اعداد العد هي واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة الى مال نهاية طب لو سألتك الصفر من اعداد العد تقول لي لا يا مستر وانا بعد ما قلتش صفر يبقى الصفر ده مش من اعداد العد طيب ايه تاني في حاجة اسمها الاعداد الطبيعية ايه هي الاعداد الطبيعية اللي بتبدأ من لا شيء اللي بتبدأ من صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الى مال نهاية يعني ده معناه ان اعداد العد اصلا تعتبر اعداد طبيعية بس الاعداد الطبيعية يزيد عليها الصفر بالزبط كده يعني الواحد عدد من اعداد العد وهو من الاعداد الطبيعية كمان انما الصفر من الاعداد الطبيعية وليس من اعداد العد هل في مجموعة تالتة مستر؟ اه طبعا في مجموعة كتير لكن انا هكلمك دلوقتي على مجموعة الاعداد الصحيحة وكلمة الصحيحة هينتمي إليها ثلاث مجموعات في بعض بص عليهم كده الأول كده ملاحظ إيه عندي ملاحظ عندي سلب واحد وسلب اثنين وصفر وواحد واثنين يعني أعداء الأعداد الصحيحة فيها أعداد العد آه وفيها الأعداد الطبيعية آه وفيها أيضا الأعداد اللي هي من أول واحد واثنين ده هي بنسميها أعداد صحيحة مجاب وسلب واحد وسلب اثنين بتسميها أعداد صحيحة سالبة ولذلك الأعداد النسبية دي مجموعة جديدة ايه مستربعة الأعداد النسبية هي كل عدد يمكن وضعه في صورة كسرية زي 5 من 10 7 من 10 3 على 10 0.5 0.5 0.6 دي كلها اسمها أعداد نسبية وهي أعداد لا تنتمي للأعداد الصحيحة ولا للأعداد الطبيعية ولا لأعداد العد دي مجموعة مستقلة بذات هكذا ولذلك بص على الملحوظة دي أعداد العد والأعداد الطبيعية هي أعداد صحيحة طيب شكل الأسئلة بقى بيجي إزاي مستر ده اللي أنا جاي أكلمك عنه دلوقتي بيقول حد دي المجموعة التي ينتمي إليها كل عدد وإداني جدول زي ما أنت شايف كده وقال لي أول رقم أربعة للشرح اللي أنا شرحته هيقول لك إن الأربعة ده مستر الأربعة دي موجودة في الأعداد أعداد العد وموجودة في الأعداد الطبيعية وموجودة في الأعداد الصحيح مع المجمل. لا برضو طالما في علامة عشرية يبقى دي مجموعة الاعداد النسبية برضو. طيب سالب خمسة وخمسين. سالب خمسة وخمسين. مفيش علامة. طب دي تبع الاعداد العد. لأ مفيش في اعداد العد سالب. ولا في في الاعداد الطبيعية سالب. يبقى دي تبع الاعداد الصحيحة. برافو عليك. اسملك بقية الارقام. تحدد لي المجموعات اللي بينتمي إليها كل عدد من الأعداد التالية أتمنى يكون الدرس واضح أنا أحمد منصور شكراً سلام